يقول السائل هل يجوز للصائم أن يستاك بسواك له طعم وإذا ابتلع شيئا من قشوره هل يكون قد أفطر لا يمنع الصائم بل يستحب له أن يستاك وطعم المسواك لا يؤثر على الصيام لا يؤثر على الصيام ولكن إذا أحس بطعم واضح وطعم كثير يلفظه يلفظ الطعم ما يتعمد بلعه ولو بلعه من غير تعمد فلا شيء عليه